بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدان اليوم النهاردة هو يوم التوافق والسعادة يوم التوافق والسعادة هو يوم مش يوم المشاكل قد ما يوم تطوير حياتنا والنضوط خلي بالكم أن الأسرة اللي ما بتنضجش هي أسرة في الحقيقة بتكذب على نفسها الأسرة لازم تنضج ما فيش أسرة بتستقر على حال واحد بس وفكرة أن احنا بنسق ببعض ثقة كاملة تامة من غير ما نعيش مع بعض وكل واحد فينا يبني لابنا في الحياة الزوجية حاجة مش حقيقية وعشان كده لما بتعد علينا بعض التحديات والتحديات دي بتبقى تحديات حقيقية في حياتنا ونتجاوزها ده بيكون فرصية حياتنا الزوجية وعشان كده احنا النهاردة نتكلم عن تحدي بيحصل في بيوت كتيرة والناس ما بيقدروش يتخطولي إنه تحدي شوية تحدي فيه مركب تحدي فيه تفاصيل كتيرة التحدي ده هو اسمه تحدي المثالي جلنا في مركز الإرشاد الزواجي بيجينا حالات كتيرة بتشتكي الزوجة بتشتكي من إن الزوج دايماً بيعمل إن هي ما لا تبقاش مرتاح وبيظلمها وبيقهارها ومش بيحب يريح وبيعمل كل شيء يدايقها وبتقول إنها إنسانة بسيطة مش عاوزها حاجات كتيرة كل اللي عاوزها إن الجزها يكون لطيف معاها ويراعيها وإن هي عملت كل اللي في وسعها وكانت واضحة وصريحة معاه من أول فترة الخطوبة فهي واضحة وصريحة معاه في كل تعاملاتها معاه ووضحت له إيه اللي بيطيقها وإيه اللي بيفرحها وكانت واضحة معاه أنا الكلام دوة ساعات بيخليني أقلق لأن الشخص دايماً اللي هو بيديني رسائل إن هو واضح قوي ومش محتاج حد يعرفه ومش محتاج إن هو يتطور أنا بأقلق من ده بأقلق من ده ليه؟ لأن الحقيقة إحنا كلنا محتاجين نتطور إحنا محتاجين كلنا نتحسن والزوج برضو بيقول إن هو كمان بيعمل حاجات مش ممكن حد يعملها بس ما بيلاقيهاش بترضى وإنه عاوز كل اللي عايزه بس إن البيت يبقى هادئ ومستقر لدرجة إنه في بعض الأحيين الزوجة بتخلي جوزها أقول لكم حاجة لدرجة إن هي عشان هي عندها حالة من حالات الإحساس بالمثالية وعندها نموذج أيها دخل الجواز بنموذج كامل أنا مش دايما بقول للكلام ده عن الزوجات بس والأزواج برضو عندها نموذج كامل حطى نموذج ده وتعبان عليه على فكرة فحطى نموذج ده نموذج مثالي جوزي بيصحى جوزي ما بيشخرش جوزي ما عندوش مشاكل جوزي بينام ست ساعات بيقوم زي المنبه ما يعودش عشر دايق إلا وهو خلص الحمام بتاعه كده نموذج هي شخص بيرفكشنست هي شخص مثالي ساعي إلى المثالية فبتخلي جوزها في بعض الأحيين لما هو يعمل مخالفات لنموذج اللي عندها والله شفت ده بتخليه يعمل ايه يكتب عهود ورقية على نفسه إنه يبقى كويس معاه وبتشوف إنه مش بيوف بالعهود دي والزوج بيروقون رأيه يا ابني انت بتعمل كده ليه انت كتبت الكلام ده يقول أنا كتبت الكلام ده مش من باب الاعتراف أنا كتبت الكلام ده من باب إن أنا عايز الأمور تمشي بيحصل بقى ده بيحصل إن الأزواج لما بيفيد بيهم مع الزوجات أو الزوجات بيحصل فيهم لما بيفيد بيهم مع الأزواج اللي هو الساعيين إلى المثالية دول يعملوا ايه يخلوا الأمور تمشي يخلوا الأمور تمشي الساعي إلى المثالية مش بيكون بس في الإجراءات والتفاصيل ده كمان الساعي لمثالية بيكون في المشاعر يعني ما تقبلش مثلا إن هي تقول كلمة وجوزها ما يحسش بيها إيه ده إيه القلوب الأسية دي هي هو إزاي جالوا قلبي وما حسش بيها كده ستي هو جاي من الشغل وهو حاسس إنهم مش شايف أرصاده لأنه متبهدل في الشغل أو إيه يعني هو أول ما يدخل من الباب لازم يكون مشتق إليا وحاسس بيها وعايزني وهو في نفس الوقت هي طول النهار طعبانة أيوة هو مش لها جوز ليه جوزها يجي يشوق يلاقيها مكشرة وكأن كل واحد فينا بيتعامل مع إيه بيتعامل مع صورة مش بيتعامل مع بنا آدم بيتعامل مع برنامج يدوس عليه يطلع البرنامج وميطلع كل حاجة ولما يجي يتعامل مع البرنامج يجي يقول إيه أنا حاسه ما عندوش إحساس بيعمل حاجة ومش مؤمن بيها بيعمل حاجة ومش بيصدقها الساعة المثالية ده كارثة لأن فيه فكرة غلط موجودة إن إحنا حياتنا ممكن تكون مثالية أو الناس تعيش كأنهم وصلين إلى قمة الكمال فكرة غريبة سيطرت على عقول الناس وساعات بتخليهم ما يوصلوش لحد الرضا أبدا في الجواز هنا بيبقى المشكلة بين الزوجين اللي بالنمط ده المشكلة إن الزوجة بيكون عندها نموذج مثالي في زيناها عن الزوج وتركبته وسلوكه ومتصورة الحياة ليها شكله وتركيبه معينة فلما الزوج مش بيكون موافق للنموذج ده بتحس إنه خارج عن الإطار وخارج عن الأخلاقيات العامة وحتى ساعات بتخليه خارج عن الدين إيه ده هي دي الرحمة هو ده الدين هو ده الإنسانية هو يقول لها هي دي الأخلاق هي دي العفة هي دي الشرف وهي تكون كل اللي عملت وبس إيه اللي حصل قالت لي مش معقولة الكلام ده رفعت صوتها مع أني حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل مشكلة وجي سيدنا عمر قال له أني أنا سماء أنا زوجتي بترجعني يا رسول الله فالرسول لا تبسم لأنه عارف أن زوجات رسول الله كانوا بيرجعوا يعني بيناقشوا يعني اللي احنا بنسميه إيه بيعندوا فيه أو بينهم بيرجعوا وبياخدوا ويدوا معها لوقت طويل فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما تعملش معهم بمقام النبوة تعمل معهم على أنه زوج لأنه ما ينفعش حضرت النبي صلى الله عليه وسلم أن حد يرجعه وهو في مقام النبوة فإيه اللي حصل هي ما بتقدرش تتحمل وبتكون عايزة تعمل إيه تهزد بسلوك الزوج عشان يكون مطابق للمناصفات النموذية اللي عندها وكأنها عايزة تربيه وعشان كده هي بتخليه في بعض الأحيان يكتب على نفسه عهود عشان يلتزم بيها فهي عايزة تربيه نحن يا راجل بنقول لأزواج إيه وعن تتجاوز واحدة عشان تربيها ولذلك الناس اللي بتتجاوزوا لوحدة عشان ياخدوها صغيرة عشان يربوها ده هدف فاشل في الجواز أنت بتاخد الزوجة عشان هي ما تربيها فاعتيش معها بالأخلاق وهي تربيه لك أولادك لو أنت هتاخدها عشان تربيها أنت بتعمل حال غلط على فكرة لو كان في حد ممكن ياخد واحدة عشان يربيها كنا لازم نعرف أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى الناس هو وإنك على خلق عظيم وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم عدد العقود التي كانت بينه وبين السيدة عائشة تسمح له أنه يربيها لأنه حضرت النبي كان بيرب الأمة كلها بس هو لما هو علمنا أنه هو مربوها السيدة عائشة ولكن عاش معها كزوجة وإن اللي حاصل وتعاملت هي كزوجة وكامرأة كاملة عرفنا أن المقصد ده مش مقصد أساسي من مقصد الزواج ففكرة أن واحد ياخد واحدة عشان يربيها على إيده ده ما ينفعش هيبقى المأمر أسوأ وأشد يعني فجاجة لو واحدة واخدها واحد عشان تربيه هتبقى كارسة وعشان كده بنقول للأزواج بقول له آه واحد ياخد الزوجة عشان يربيها ولا واحدة تاخد الزوجة عشان تغيره لا ده صح ولا ده صح وما إحنا بنعمل إيه إحنا بنزوج عشان نعيش مع بعض وعشان كده دايما بقول للأزواج والزوجات فكرة أن أنا عندي نموذج وأدخل الزوج فيه أو عندي نموذج وأدخل الزوجة فيه ده مش حقيقي الزوج ماذا شوف التعبير القرآني البديع ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجة لتسكنوا إليها طب وإيه اللي بعد كده وجعل بينكم 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 مودة ورحمة إذن المسألة الجواز بيكون بين الزوجين ما فيش حد يجيب نموذج ويعيش التاني فيه وده بيحصل لما الزوجة على فكرة الزوجة بتحاول تبقى تربي زوجها بطريقة معينة وبتبقى بعيدة عن الواقع ليه طيب؟ لأن وقع الحياة مفوش نموذج مثالي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجاته بتزعل وبتخطئ فالنموذج المثالي ده مش ممكن يتحقق لأنه لو كان عيتحقق النموذج المثالي كان يتحقق في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيكون في بيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فتأكل طعامها فمن بقاش فيه طعام في البيت حضرة النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته كانوا يراجعناه حتى يغضب حضرة النبي في بيته ليلته في مشروفته يعني ايه اللي حاصل؟ يعني المسألة كلها السيدة عائشة تكسر صفحة السيدة حفصة إذن فيه حاجات بتأصل في البيوت وهذا البيت الطاهر هذا البيت الكامل فأنا فيه ظاهرة كمان بسميها بقى ظاهرة مهمة ظاهرة اسمها الفتيات المدخرات مدخرات ايه المدخرات؟ البنات اللي بيتدخروا مشاعرهم وحبهم وحسسهم وعواطفهم ودلعهم كله بيتدخروا وعلاقتهم إلى بعد الجواز مشهورات البنات دي النموذج ده فبتكون هي عندهم ايه؟ عند البنات دي سخف عالي من التوقعات في أول جواز عندهم نموذج كامل للجواز عيروحوا فيحبوا ويتحبوا على أقصى درجات الحب واللي هيجوزهم عارف إن هي مدخرات مشاعرهم فيقابلهم بقى كالأميرات فهو داخلين الجواز بكده حط على ده بقى لما الزوجة كمان تكون كمان درفكشنست اللي هي ساعية إلى المثالية يا نهارة بيض بقى فيبقى الهمسة والكلمة فهي عندها النموذج ده وأي تصرف لزوجها أو هو إذا كان الزوج برضو نفس الحكاية متدخر مشاعره وعواطفه وعلاقاته إلى ما بعد الزواج طبعا نحن بنقولش إن حد يبقى فيه عنده علاقات قبل الجواز بس إحنا بنقول هم عارفين كده هم حاسين إن هم ضحوا واتدخروا كل مشاعرهم إلى الجواز فيبقى كل واحد جاي حاطت نموذج فائق وكامل في كل العناصر فيبقى كل تصرف من شريك حياته ومش موافق للنموذج ده بيتحول إلى خصم وإلى عبء وإلى ذكرى سيئة في القلب فإيه اللي يحصل فكل ما حد يعمل حاجة خصم 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 وإزايك حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحب الناس في الزنوب إن هم يعملوا إيه إن هم يضيعوا بعض لكن بيحب الناس تتواقع فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إيه عشان نبقى واقعين كله بناء دم خطاء وخيره خطائينا التوابون حضرت نميش عايزنا نعمل الزنوب لكن عايزنا نخرج من الزنوب فلو كانت المسألة فعايزنا نكون متوازنين الحياة بيقع فيها زنوب بيقع فيها زنوب الحياة بيقع فيها أخطاء بيقع فيها أخطاء لكن فكرة النموذج المثالي ده كان أكتر الناس اللي ممكن تدعونه إنه النموذج المثالي لإنه بيحب مكارم الأخلاق ولأنه على مكارم الأخلاق حدث النبي فما كان المفروض يقول لنا إيه إيه وتعمله ذنوب ولو حد عمل ذنوب خلاص هو دي النهاية لكن حدث النبي صلى الله عليه وسلم بيكلمنا عن الواقع عن التوازن مش بيقول لنا صلى الله عليه وسلم فعله الذنوب لكن بيعلمنا التوازن والواقعية في الحياة لما تقع الذنوب ما نعتبرهاش آخر نهاية العالم حدث النبي علمنا كده نعمل إيه نبتدي ونتوب فالمدخرات مع السعي للكمال بيكون شيء صعب جدا لأن عندنا نموذج بيشوف الحياة أبيض أو أسود وإحنا لسه كنا عندنا حلقة كنا تكلمنا فيها في الجريسة عن مسألة وما فيش رماضي بقى الرماضي اللي هي إيه كل الألوان ورماضي ديت من خلق الله سبحانه تعالى فنسبة الأبيض بدراستي كده نسبة الأبيض والأسود في حياتنا اللي هي الحاجات الواضحة جدا القطعية اليقينية في التصرفات عارفين نسبتها قدي؟ لا تتعدى العشرين في المية والتمانين في المية هي الرماضي اللي هي رمز لكل الألوان للطيف اللي بيسمونه الاسبيكترم طيف طيف من التصرفات وطيف فبنشوف إن مهما الست دي بقى اللي هي المداخرة اللي هي عندها للسعي للمثالية مهما عمل جزها طالما ما وصلش للأثر اللي هي عاوزها هي ما معملش حاجة يبقى هو قسود مش إنه في منطقة الرماضي اللي هو بيحاول ويتعلم وينضج لا 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 ما عندنا هاش احنا محاولة لنضج أنت إما ناضج وإما إنسان مش مناسب تبقى بقى تطلع عاصي تطلع إنسان غدار تطلع إنسان ظالم بس كده الشخص ده بي ساعات على فكرة الشخص اللي احنا بتكلم عليه اللي هي المدخرة اللي هي سعية المثالية دي ممكن تكون في غاية الطيبة والبراءة والنقاء وذلك الزوج بيبقى هنا مش عارف هم تكلم على السيدات على فكرة نفس النموذج ممكن يكون بس احنا بنتكلم ده إن ده وقت النموذج الكتير اللي بيحصل لها لكن ممكن يكون كمان عند الأزواج الزوجة أو الزوجة مش عارفين مش لاقي حاجة يعملها هي طبعا يعمل إيه هي نقية جدا جدا وطيبة جدا جدا بس هي خنيئة جدا 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 فالشخص المثالي دوت عايش في فقاعة وعاوش شريكه يدخل معاه في الفقاعة دي فالشريكه بيقول له لا ما احنا الحياة وسعى ليه ندخل في الفقاعة دي والنموذج ده مشكلته إنه بيفقد مهارات الحياة الواقعية اللي فيها المناطق الرمضية كتيرة وإن البشر بيغلطوا وكمان مش بس بيغلطوا وكمان بيوصلوا كمان إلى الصواب لما بيحاولوا ففيها يسمع مرحلة المحاولة وفي الرجالة أيضا في نموذج اسمه الشخص البكر الدائم اللي هو ايه هو حاسس بنفس مشاعر البراءة والصفاء عارفين دوت ممكن يبقى عنده مشكلة ايه إنه ببعض الأحيان يتأفف من أنا ممكن يبقى عندي علاقة خاصة مع مرأة تخيل النموذج البريء اللي يوصل له هذا الأمر وفي النموذج اللي بنتكلم عنه في الزوجة بيكون عندها كمان مشكلة في العلاقة الخاصة مش بتحتمل تفاصيلها اللي بتتعلق بالجسد والرغبات اللي بيعتبرها ده خلوق عن الأخلاق والدين في بعض الأحيان لما يكون أنا ليه أخلي نفسي فيها ووقت على فكرة هي بتنكر لما تيجي تكلم عن الاتنين هي تنكر وتقول لك لكن هي من جواها بتشمائز من القصة دي وتعتبره في بعض الأحيان فعل حواني مفوش أدب احنا لو مضطرين لكده عشان الخلقة يبقى خلاص نعمله كده نعمله مرة ولا مرتين ونخلف وبس عشان بس احنا خلقتنا كده ونخلف بقى وخلاص بعد كده يفضل بتبر تفضل تعمل حاجات تمرر الحياة عشان ما نوصلش لهذه المسألة بس هي ما تعترفش لان هي ايه ده انت هتقولوا علي ان انا بامنا لا ما اعملش كده بس انت بتعمل كده نفسيا انت بتعمل كده انت نفسيا كمان بتعمل كده وهي مش تشوف نفسها ان هي لا يمكن تشوف ان دي هبة من الله يعني مش ممكن تشوف العلاقة الخاصة على ان هي هبة من الله ونعمة ربنا ادعالهم عشان دي دايما بقول السعادة المجانية ان ربنا سبحانه وتعالى اعطاها للانسان عشان مش بس العفة عشان يحسسه ان هو بيحبه ونزاك رسول الله عليه وسلم يقول ايه رأيت ان وضعه في حرام قال اقتي احدنا زوجته امرأته ثم يكون له ثواب قال اقرأيت ان وضعه في حرام يعني دي فضل من ربنا وهبة من ربنا ويجي السؤال هنا هل المشكلة في العلاقة خاصة هي اللي عملت عدم التوافق ولا العكس ان عدم التوافق هو اللي عمل مشكلة في العلاقة خاصة انا شايف الاتنين انا شايف الاتنين طب نعمل ايه ايه الاجراءات اللي ممكن تتعمل عشان نحاول نخفف من وطقة هذا النموذج لان احنا عايزين نخرج من افلاطونية الحب ونخرج من هذه النموذج الى نموذج يعيش الحال الوقعية في الحقيقة واحنا عايزين لان في الاخر خالص ده في اوقات كتيرة الحالة دي بتخلي الزوج يدور على ما يسامن بالاحتواء البديل وتبقى هذا مبرر للزوج ان هو يخرج من ده انا شايف ان في الحالة دي احنا بحتاجين نتفق على ساعة واحدة يتكلموا فيها عن كل اللي وقعوا منهم في الماضي وما تزيدش دقيقة واحدة ما تزيدش حتى ثاني واحدة عشان تتقفل كل بملفات القديمة يعني لما نوصل للتلات تلاف وستمائة ثانية حتى لو واحد بيقول اه نقفل ده ونخلص من كل الحياة الماضية ونقفلها خالص طيب وبعدين اللي يحصل كمال الحياة دي اتمحتاجة نعيش فيها باني بصناعة ذكرات الحسن كل يوم نكتب الاشياء الجميلة اللي بيننا يبقى عندنا شيء بنكتب فيه كل الحياة الجميلة اللي حصلت بيننا عشان ايه عشان ننفس قولة وتعالى ان الحسنات يزيبنا السيئات تالت حاجة نتوقف عن تسمية الاشياء بتسمية سلبية يعني مثلا انا عايزة اعرف مين اللي اشاع في عقول الستات انا اسف يعني ان اللي الجالة في الغالب نرجسيين يا جماعة يا جماعة بالراحة هذا الكلام مش صحيح ما تقولوش كده ولا ان في الغالب الرجالة كلهم عينهم زيغة ولا كل الاحكام دي نهدي بيها شوي كمان نعمل اجراء تاني خالص ما نسميش الاشياء باسماءها السلبية وكمان نعمل حاجة مهمة جدا 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 ان احنا نحاول بقدر الامكان ان يكون معنا عندنا ذكريات حسنة ونبتعد فيها عن كل المساوى اللي حصلت يا سادة النموذج اللي بيقولو ده عامل تعبك في كتير من البيوت احنا محتاجين راجع عن نفسنا الحسسين قريبين من النموذج ده كمان الناس اللي دايما بيقولو احنا دايما ما بنعملش حاجة غلط قريبين من النموذج ده ننتبه شويتين ثلاثة ونراجع على الاجراءات اللي احنا عملناها دي عسى الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويسعدنا دايما نكون في احسن حال يا سادة ما فيش حاجة اسمها نهاية العالم لكن فيه حاجة اسمها بداية النضوك وبداية التوافق وده كمان بيكون مدعوم من الله سبحانه وتعالى لان ربنا بيحب المواده والرحمة في البيوت اتوكلوا على الله ومدي اديكم لبعض ان شاء الله الله سبحانه وتعالى يجعل هذا الرباط مليء بالنور والبركة والمواده والرحمة يا رب جعل بيوتنا دايما في مواده والرحمة